بسم الله الرحمن الرحيم أسعد الله مساءكم بكل خير ومحبة نرحب بكم في الإجاز الصحفي اليومي الذي نقدمه هذا اليوم من المنزل التزاما بقرار حضر التجول الشامل بهمامكم وتعاونكم لمسنا اليوم التزاما كبيرا بقرار حضر التجول الشامل لذا نتوجه بالشكر الجزيل لجميع المواطنين على ذلك نؤكد ضرورة استمرار الالتزام بتعليمات الحضر الشامل ليوم غد السبب من أجل سلامتكم وصحتكم مع الإشارة إلى أن هذا القرار يطبق على الجميع بما في ذلك حملت التصريح الإلكترونية ويستثنى منه فقط الكوادر الطبية العاملة في الكطاعين العام والخاص وفرق التقص الوبائي وعدد محدود من المسؤولين والعمال والموظفين القائمين على أعمال بعض المؤسسات الحيوية نؤكد أيضا على ضرورة الالتزام خلال الأيام المقبلة وهي أيام حاسمة جدا في معركتنا مع هذا الوباء ونجاحنا يعتمد بشكل رئيس على الالتزام اليوم وبفضل تعاونكم تمكنت فرق التقص الوبائي من مواصلة عملها الضروري بكل كفاءة وفاعلية كما تمكنت فرق التعقيم والتطهير من مواصلة عملها بشكل أكبر هناك عدد محدود مع الأسف من المخالفات وحالات خرق الحضر الشامل تم التعامل معها من خلال نشام القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وفقا لأحكام القانون نهيب بالجميع التعاون مع القوات المسلحة والأجهزة الأمنية وأن نكون لهم عونا وسندا في هذه المحنة نؤكد أيضا ضرورة أن يكون طلب المساعدة عبر أرقام الطوارئ في الدفاع المدني لحالات الضرورة فقط نظرا للكم الهائل من الاتصالات التي ترد إليها ختاما أقول حماكم الله وحما صحتكم وأحباءكم وحفظ الوطن وقيادته والإنسانية جمعاء من شر هذا الوباء نحن في خدمتكم ونجاحنا بالتزامكم أسعد اللهم أساءكم بكل الخير وجمعتكم مباركة ولله الحمد لم تسجل أي إصابة في المملكة اليوم بالرغم من عمل ما يزيد عن 1500 فحص من شمال المملكة إلى جنوبها إن عدم حصول حالات لا يعني بأن الوباء قد انتهى ولكنه يدل بأن التزامنا جيد وأن الزيادة في الالتزام سوف تسرى في عودتنا إلى حياتنا الطبيعية كذلك سجلت تسع حالات شفاء ثلاث منها في مستشفى الملك المؤسس وستة في مستشفى الأمير حمزة وهنا أود أن أشكر نشامة وأبطال التقصي الوبائي والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية التي كانت تعمل طول النهار لكي تؤمن لنا صحتنا حمى الله الأردن وقيادته والإنسانية جمعاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا